السلام عليكم السلام عليكم يقول السائل هل تجوز الصلاة في مسجد به قبر؟ النبي نهى عن الصلاة في المساجد التي فيها قبور بقوله لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد قال لأن أم سلمة وأم حبيبة لما ذكرتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأيناها بأرض الحبشة ورأينا فيها تصوير قال أولئك الشرار الخلق عند الله يوم القيامة أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح صوروا له تلك التصوير وبنوا على قبره مسجدا أما إذا صلى هل الصلاة تبطل أو لا تبطل فقد اختار أمير المؤمنين اختار عدد من العلماء أنها لا تبطل إنما إثم الصلاة في المسجد مستقل والصلاة تصح لأن عمر رأى أنسا يصلي عند القبر فقال القبر القبر يا أنس ولم يأمره بالإعادة فإذا وجد مسجد آخر صلي في الذي ليس فيه قبر أما إذا لم تكن هناك مساجد إلا مسجد واحد ففي هذه الحال لا تترك الجماعة فيما قاله بعض العلماء والله أعلم السلام عليكم